أولا وقبل كل شيء الوجود هذا الرجل الذي نزل بعائشة هذا يدل على أنه في ذلك الوقت ما كان هناك أبو باكر ما كان هناك عمر لكنه أتى إلى عائشة رضي الله عنها دقيقة دقيقة قال بأن الله عز وجل في القرآن قال بأن دقيقة ما هو الدليل أنه أنت نفيت أبوها وعمر اسمع اسمع هذه دقيقة قبل أن تثب إلى مصحف عثمان المحرف في كتب السنة دقيقة ما هو الدليل على نفي وجود أبوها وعمر كيف ما هو الدليل على نفي وجود أبو لماذا نفيت وجود أبوها وعمر هل هو عار الذي دخل عليها لا ليس هذا لكن هذا الراوي الذي تحدث في هذا الحديث دل على أنه بجوار يعني منزل عائشة ما كان هناك أبو بكر ما كان هناك عمر ما كان هناك أحدا إلا عائشة رضي الله عنها وأقول لك اسمع ما معنى دقيقة دقيقة انتظر أريد نفتهم من عندك أنت شيخ وعندك معلومات جدا قوية تقصد أنه أبو بكر وعمر ما موجودين ميتين ولا ما موجودين يعني بيوتهم بعيدة لا نحن نتحدث عن الظرفية يعني المكان الذي نزل فيه هذا الرجل أولا وقبل كل شيء هناك آية في القرآن تقول الآن انطيني مجال أريد نفتهم أبو بكر وعمر وين انطيني مجال وحدة ووحدة أنا أمهات المؤمنين نعم صحيح صحيح عثمان حطاها نعم أنا أريد نفتهم أبوها حرون وعمر وين يعني ميتين ولا وين كانوا اسمع اسمع أولا أولا دعنا من هذه النقطة هذا الرجل الذي نزل بعائشة الله تعالى يقول دعنا لله أبناء العائرات أعشقها والله أعشقها مثل ما أعشق عائشة عرس رسول الله وإني من لها من العاشقين والعابين يقول الشيخ نجل نسأل ما يبعد ما يبعد طلبا عائشة عذروني أعشق هاي الجملة من أصيد كافر موحد يفتر حول الغرفة الفارغة يقول لبيك اللهم عثل منا حصرة دعنا من هذه النقطة الآن لو سمحت تركنا من هذه النقطة هل تفضل أن تشرب القهوة سادة أم تحبها حلوة كما عائشة كانت تحب الحلوة حلوة مع قليل من الرجال أنت ماذا تحب يعني شنو يعني بكيف رب أمه مو ربه عنده أم كذاب لم يلد ولم يولد هاي كذب ربه عنده أم أم ربه هو بكيف أم ربه يعني أم ربه هي شنو تقرر يقول الآن دعنا نترك هذه النقطة لازم أنا مثلا شيعي خنيثة المعصوم لا يخلق ولا يرزق لازم أمشي وراء نقول لي نعم نترك هذه النقطة الخاطر أم ربك أم ربك ربك ميقوز وعنده أم وعنده خوات أيضا أفضل أصاهر ربكم حتى أكون يعني ربكم مصاهر ربكم فتكون علاقة أرباب أنتم ما تدخلون بينه فقط تعبدوننا وتوحدوننا فقط فجميل هذا طبعا هاي زفة العرس كلها على الخاطر هاي الكلمة حتى بعد ما تتجرأ تقولها أمامي زين أنا مو إنسان عادي أنا ربك الأعلى مو بكيف خالتك ولا بكيف ربك ولا أم ربك دعنا نترك هذه النقطة ألعب بك لعب واضح دين دينك فلشة مو بكيفك أنا اللي أتحكم بك أتحكم بقبلتك بمصحفك أنا أنا المتحكم بوجود السنة أنقلهم أين ما أريد الله الله يا رب السنة الله الله أنا المتحكم بالسنة وبكتب السنة وبقبلة السنة وبمصحف السنة مو أنت تقرر ومن تعطى لشوف نفسك كسلت دعنا نترك هذه النقطة وننتقل إلى أخبار عمر بن الخطاب جاسين نتكلم نقاش علمي واضح وقلت لك أنت شيخ وارد أستثمر الاتصال وياك لأن الشباب رح يقصون الاتصال ويكتبون شيخ من المغرب جيد فخليني أستثمر الاتصال وياك نرجع لهذه النقطة رغما على أنفك وأنف ربك لأن له قدم وساق مو تقول لي ما عندي أنفطية حظك نرجع لهذه النقطة أنت قلت أن أبوها ما كان موجود وأن عمر ما كان موجود ماذا تعني أنه ما كان موجود كان ميتين ولا مسافرين ولا طالعين على الجبل أولا أنا أنا لست يعني نعم راح ينزعي جاوب على النقطة جاوب أين كان أبو بكر وعمر لن أسود بكي مكبوت لن أسود بكي مكبوت نعم أين كان أبو بكر وعمر في حدث يعني نزول هذا الرجل يعني عند عائشة والمكان الذي نزل به هذا كان يدل على أن وجود هذا الرجل في ذلك المكان بالضبط دليل على أن هذا الرجل لم يكن بالقرب من مكان تواجد أبو بكر وعمر وأنا بصراحة لا أدري هل كان حيين في ذلك الزمان أم لا أنا لا أدري وبالمناسبة أقول لك حتى وإن نزل هذا الرجل ببيتي حتى وإن نزل هذا الرجل ببيتي هل هذا الحديث أن رجل أجنب بعائشة هل هو عار على أبيها وعلى عمر لا لا ليس بعار الحمد لله طيب لماذا نفيت وجودهما نفتخر بأي حديث في السلحة فيه جنابه فيه أن رجل نزل بعائشة فأجنب نعم معرف هذا الشيء أنا أول مرة أسمع متصل ينفي وجود أبو بكر وعمر هاي أول مرة أنا أريد أعرف ما هي العلة أنا معالج أنا خصائي دكتور جيد فأنت الآن حالة غريبة فأريد أستثمر من عندك اخذوا من عنده دياني اخذوا سووا له فحوصات على حسابنا أريد أشوف أنت شنو هذا النموذج جديد حتى أبدأ أتعرف على هالظاهرة وأعرف شلو نتعامل وياها لماذا نفيت وجودهما هوهما المصحف يقول أنه هذان إلى ساحران فأنت أي شيء تقوله عادي لماذا نفيت وجودهما وجودهما لماذا نفيت وجود أبو بكر وعمر سأجيبك لكن لا تقاطعني أنا حيث فضل جاو يعني هذا الحدث يمكن أن يكون قد وقع بعد موت عمر وأبو بكر لماذا وضعت الإمكان بعد عمر لماذا لماذا أنا ردفتيم شلون طلعت عندك هاي الظاهرة مثلا شلون منين بدأت عندك من الزلازل من فيضان درني لا تقاطع لا تقاطع أرجوك أنا جالس أسألك أنت شبيك غبي في فرق مقاطعة وفي فرق سؤال لا تسوب لا تسوب بالحمد لله أنا دينشاب لا قشمر مونت جالس تتكلم كلام مالغبية أنا سامع لك حتى الناس تضحك عليك وأني أستفاد من باب الظاهرة جديدة واردا شوف شنو مرضه أنت لماذا وضعت في رأسك أن أبو بكر وعمر ما موجودين لماذا؟ إيه أولا لأن هذه الحادثة لا شك أنها حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحدث هذا هذا الحدث في أواخر حياة عائشة لهذا أقول لك اسمع اسمع لا تقاطع فهذا الذي نزل عند عائشة أغفر الله هذا يعتبر يعتبر شلون سويته في أواخر حد هذا خطيئة هذا هذا الظاهر يلعب هذا مدرسه شيخ حكمة محفظه المصحف كامل وعيده إلى مرة ثانية لأن الظاهر شيخ حكمة معجبي جدا معجبي هنياني لك أنت نلت شرف حفظ المصحفين والركوب على الحصانين هنياني لك فقبل قليل قلت أن هذه الرواية في زمن موت أبو بكر وعمر وأنا قلت لك معناها الرواية عار على أبو بكر وعمر بس أنت مو راضي الصرح الآن تقول هذا قبل ما تموت كانت ما تشوف هي كانت تمشي أجنبيت أمرك أمرك ها وين الرجال المجنب حذاكية يمهي الجارية بس ما الرواية ما بيها جارية عذروني وين إني لا أراك ضعوا الجنابة على عيني لعلي مثل زليخة حطوا عليها ردا وقرأ عليها ضعوا علي قميصة يوسف هي تقول ضعوا علي جنابة الرجل ما تشوف كانت السوداء على عكرمة ايو والله اسمال الله عليك اضحكون انتم مو اضحكوا اضحكوا والله كاريب ماشي كانت يقول في أواخر حياتها قبل ما تموت يا صدق عمرت من عولة الوالدين فعلا فيقول يا كلش كانت يعني بينه وبين الموت لحظات بس كانت مستمرة على صلاة الجمعة خلف السدرين والنجلين العاطلين بالجنابة مستمرة ليندق كلاوات لا دين ولا بطيخ بس كلا كلا أمريكا كلاوات فيقول يا كانت مستمرة على صلاة الجمعة والجنابة صلاة الجمعة والجنابة هنه ذن عده جدا مقدسات جدا فهذا الرجل اللي أنه رجلا نزل بعائشة في أجنب كان قبل ما تنموت بسويعات كلش كانت ما تشوف اجتمت الريحة الريحة عندها مشخصة تعرفها إني أشم ريحة يوسف إني أشم جنابة الرجل هي كان نفس الشي فعرفت الرجل مجنب وقالت لإنما كان يجزيك ها الرأيت ها أنت أفرك الحمد لله روح ساعد جدتك عائشة ساعد روح روح ساعدا على أبوكم لا أبو حتى دينكم متحملك صار الاتصال كل رواية بيها إبداع رواية يفتح لك من كل باب ألف باب بعائشة شلون لا تسألني هي بيها ألف باب من كل مكان بيها باب يفتح لك في عائشة ألف باب مو رواية مقدسة هو رواية ثلاث خمس ست كلمات أن رجلا أجنب بعائشة فقالت للي شو هذا رح تصير حامل قال لهم مو مشكلة أسجله باسم أبو موسى للرجال غني فقال أبو موسى أني أسجله باسمي مثل ما أسجل الغلام الأيفاء يوم اللي رضعتي وسويتي ابنتي علينا انتهت الرواية بس تعال شوفوا الشروحات أنا أول مرة أسمح هاي الجملة ليش أنا يعني انصدمت يعني أخواني الأطباء كلهم قلت لهم تعالوا سووا على هذا التحليل شوفوا لي طلعوا من عنده تحاليل يقول حدثت بعد موت أبو بكر وعمر مستعار لأن ويغل مستعار وليد الحرام مستعار أن الرواية حصلت في زمن أبو بكر وعمر عار معناها أبوها عنده أرون يحطهم في الستة عيشة طيب إزاي هو مستعار عمر أيضا هذا عمر من زمن عنده أرون فهو شالهم هاي أول مرة نسمع أول مرة أسمع كلهم يقولون لا في زمن أبو أصلا أمام أبو بكر أبو بكر كان جالس يسوي بالسواك مثل السنة موحد وذاك الرجال يسوي العادة السرية وعائشة جالسة تنتظرها ها كملت ولا بعدك هاي عامة المسلمين أنا أتكلم اللي يتصلون بيه هذا كلام يقولون أن أبو بكر جالس يسوي بالسواك مثل السنة موحد وعائشة علمه والدربة ويجنبونه ويغسلونه ويجالس أبو بكر هذا عامة هذا أول متصل يقول لا أبو بكر مدافنين ميت يقول لا 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 مستحيل ليش تستعار بالراكبين والمركب ما استستعار دينك هذا دينك هذا دينك هذا وكتبك وشرفك وهذا كان يرضى به نبيك لأن نبيك لو خير وزلم ذكر لترك من بعده ذكر بس نبيك مو ذكر مو أزلم فما ترك ذكر ترك لك عائشة تجنبون بها وبعرضها